اشتركوا في القناة محمد العلوش ببنزرت واشار الزيدني لان الحوار الوطني سيكلف الرباع بالاتصال برئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة عاشية اليوم قبل اعلانه غدا الفريق الحكومي الجديد تداولت جلسة الحوار اليوم مسألة المسار الحكومي وموضوع التسريبات الاخيرة حول ابقاء رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة على عدد من وزراء الحكومة المستقيلة حيث كلف الرباع الرعي للحوار بابلاغ المهدي جمعة على احترام المضامين والضوابة المحددة في خارطة الطريق على مستوى تشكيل وتركيبة الحكومة القادمة تم الاتفاق على مسألتين المسألة الأولى أن الحوار الوطني يكلف الرباعي اليوم العشية باش يتصل بالسيد المهدي جمعة ثم يعود باش يقدم نتيجة الاتصال هدايا للجلسة العامة متاع الحوار اللي فهمنا أنها تنعقد على الساعة الثامنة اليوم في الليل كما أكد ممثل الرابطة التونسية لدفاعي عن حقوق الإنسان أن غدا سيتم الأعلان عن تركيبة حكومة المهدي جمعة الجديدة والمصادقة على الدستور غدوة سيلمهدي جمعة باش يقدم حكومته وغدوة كذلك من المنتظر أنه تقع المصادقة على الدستور من جهتي اعتبر المتحدث باسم الجبهة الشعبية حامل همامي أن إبقاء رئيس الحكومة الجديدة على عدد من الأسماء هو دليل على رغبة حركة النغضة وحلفائها في السيطرة على الحكومة القادمة رسالة واضحة سيلمهدي جمعة خرط الطريق تقتضي ورقة بيضة تقتضي حكومة جديدة أما هذه خلي الوزير الفلاني ولا خلي الوزير الفلتاني ولا غيرها من شأنه أنه يضعف الحكومة وما تجد متأثر حتى في الانتخابات الجاية في سياق متصل اعتبر أمينو عام حزب الوطد المواحد زياد الخضر أنه في حال لابقاء على بعض الأسماء في الحكومة القادمة فأنه أعلان عن تكوين ترويكا ثالثة وبالتالي ينتاج فشلا جديد إعادة إنتاج لترويكا ثالثة بش تعيد إنتاج نفس الفشل ونفس الإخفاق ولن تخرج تونس من أزمتها الخانقة ومناش بش نمشيه الانتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية وحسب ما تنص عليه خارطة الطريق فأن الحكومة القادمة تحتاج إلى كفاءة مستقلة تقف على نفس المسافة مع جميع الأحزاب كي لا تكون محلة جاذب وكي لا تعيد التجارب السابقة وبالتالي تدخل تونس مرة أخرى في دوامة مضيعة الوقت قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اليوم أنه سيتم المصادقة على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد غدا أو بعد غدا ذلك بعد أن يتم جرد الصيغة النهائية وكان قد انتهى مساء يوم أمس الخميس المجلس الوطني التأسيسي من المصادقة على الدستور فصلا فصلا فيما أفاد الناطق الرسمي باسم المجلس مفدي المسدي أن الدستور سيعرض للتصويت غدا في قراءة أولى فإن لم يصادق عليه ثلثة أعضاء المجلس التأسيسي أي 145 نائبا من أصل 217 نائب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية وإن لم يصوت على الدستور ثلثة أعضاء المجلس في القراءة الثانية يطرح على استفتاء شعبية بمناسبة مرور ستة أشهر على استشهاد محمد البرهمي زار وفد من حزب الطيار الشعبية اليوم بظريحة الشهيد بمقبرة الجلازة وقام الوفد بوضع إكليلين من الزهور على ضريحية كل من الشهيد البرهمي وبالعيد بعد قراءة الفاتحة على روحيهما هذا قد رفق الوفد عائلة الشهيد البرهمي ونخبة من رفاق دربه وعدد من المواطنين نحن جئنا لهنا لنذكر بحق الشهداء الشهداء جميعهم إذا كان اليوم ستة شهور مرت على اغتيال محمد البرهمي والعام سيمر الأسبوع الجاي على اغتيال شكري بالعيد فإننا هنا نستحضر جميع الشهداء من مواطنين عاديين ومن أمنيين ومن جنود ومن زعماء سياسيين أيضا وجئنا لنذكر بحق الشهداء الذين اغتيلوا غدرا ونذكر أيضا بأن الحكومة هذه التي تورطت في الاغتيالات ما زالت تغطي على الاغتيالات والدليل الإصرار العجيب والإصرار المريب في الإبقاء على لطف بن جدو إذا لم تكن لديكم ملفات تخفونها فجيبوا معناها وزير آخر عوض هذا الوزير الفاشل الذي سفكت في عهده الدماء أنا نحب أن نوجه رسالة لشعبنا ونقوله اثبت وواصل نظالك علمات عليه محمد إبراهيم علمات عليه شكري بالعيد من قبله وعلمات عليه شهداءنا الكل ومن نصره إلا صبره ساعة نقف في هذه اللحظة جلالا وأكبارا لروحه الطاهرة الزكية التي نذرها منذ نعومة أظفاره في طريق الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي ومن أجل استقلال تونس نقول أن محمد إبراهيم قد اغتيل غيلة من أجل المبادئ والأفكار التي حلم بها وأنه قد اغتيل لأن مشروعه غير مشروع القتل والجبناء أن مشروعه سيظل في أذهان جميع التونسيين وسيظل حاضرا عند رفاقه في الطيار الشعبي وفي الجبه الشعبية نفذ أعوان وإطارات الشركة التونسية للملاحة اليوم وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة للمطالبة برحيل العديد من المسؤولين في الشركة على رأسهم المدير العام للشركة كارم منصور بسبب تدهور الأوضاع المالية للشركة منذ توليه شؤون إدارتها وقفة احتجاجية نفذها أعوان وإطارات الشركة التونسية للملاحة اليوم داخل مقر الشركة للمطالبة برحيل العديد من المسؤولين على رأسهم المدير العام للشركة مشهود لهم بالكمبيتانس في الشركة تم إقصائهم وحتين عباد عمالي واخروبينها لتالي ثم ما يقرب 15 مليار من الاخسائر في ذل الرئيس المدير العام الحالي سوء إدارة أدت إلى ظهور العديد من التجوزات لعل أبرزها نمو ظاهرة التهريب في كل من ميناء رادس وحلق الوادية خاصة فيما يتعلق بمادة التابغة هذا ما أكده كاتب عام نقابة العوان البحريين بالشركة التونسية للملاحة محمد نيزار الرزقية فما تكوين عصابات منظمة والات في ميناء رادس على باخيرة أملكار وعليس البواقر هذه تخرج كمية كبيرة من السجائر هذا ليس مقبول في ظل سكوت مطبق من الإدارة العامة وإدارة التجهيز فتح ملفات الفساد ومراجعة الحسابات المالية للشركة التونسية للملاحة والنظر في الأسباب التي تقف وراء تدهور وضعيتها المالية مطالب الندى بها أعوان وإطارات الشركة فيما يخص ملفات الفساد وقاعد تترق لها وطلب في أحد الصحف الكاتب العام تعالى نقابة متاعنا طلب فتحها ما رأنا كونه 14 مدير بالشركة تونسية الملاحة 17 مدير بالشركة تونسية الملاحة يرفع عليه في قضايا ويدور المحاكم متاع تونس عنا وثيق وعنا مسافرين مصححين يمشي اللاجونس يقولوا أعطيني تيكي بشيرا وحي يقولوا راو الباخرة معبية نجو بشنقجو أحنا تقل الباخرة فيه 400 اللي هي الحمولة بتاعها 1060 سيارة السؤال الذي يطرح نفسه في النهاية هل أن تدهور وضعية الشركة التونسية للملاحة تدهور ممنهج هدفه خدمة مصالح أطرف معينة أم أن ما رده سوء التصرف والإدارة صرح المدير العام للديوانة عبد الرحمن الخشتالي أن الإضراف في سلك الديوانة غير قانوني مشيرا إلى أنه سيتم تتبع الأعوان المضربين قانونيا حسب ما ينص عليه الدستور الجديدة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للديوانة يواصل أعوان الديوانة إضرابهم منذ يوم أمس ولليوم الثاني على التوالي حيث صرح المدير العام للديوانة عبد الرحمن الخشتالي أن الأعوان المضربين يمثلون الأقلية وأنه سيتم تتبعهم قانونيا باعتبار أن الإضراب في سلك الديوانة غير قانوني حسب ما ينص عليه الدستور الجديد التحرك هذا غير مفهوم وغير مقبول هذا أكيد سلك الديوانة رأيه سلك شبه عسكري الذي عنده مرسوم ينظم العمل النقابي وعنده البرح برك على مستوى الدستور معناها تم التنصيص بأمور واضحة أنه لا وجود الحق الإضراب في الأسلاك الأمنية وسلك الديوانة والعسكريين إجريات سنجد إجريات القانونية هذا أكيد معناها إذا كان ثم أشخاص وراء الإضراب يلزم خطر ممنوع بصريح النص بصريح المرسوم أنه ثم ترق للمطالبة حتى لو الطالبة بحقك ثم ترق وخاصة أنه عندك نقابات تمثلك وردا على هذه التصريحات أكد الكاتب العام للنقابة العامة للديوانة محمد الغذباني أن الأعوان المضربين هم الأغلبية وأن من يباشرون أعمالهم يمثلون الأقلية مشددا على أن الإضراب سيتواصل إلى أن يتم النظر في مطالبهم إذا كان يمشي تخذوا في حق سبعلاف ديواني مرحبا يحبوا يبدلونا خلي بدلونا في حق سبعلاف ديواني خلي بدلونا نحن ديوانة كل ما فم حتى واحد اضغط من نقابة على عون ما ديوانة بش يضرب هذه أضراب كانت القائي وكانت جماعي وطلبتوا القاعدة ديوانية معاج السكتين على حتى مسؤول يكون هو ضد مصار متاع العوان ولا ضد إصلاح متاع لدار العمل للديوانة والأيام بيننا والتهديدات اللي عملوا فيها رأي ما تخوف ناش وما يشبش تقلقنا إضراب يمس قطاعا حساسا مرتبطا بالاقتصاد التونسي ملف ساخن آخر يطرح على حكومة مهدي جمعا المطالب بإيجاد حلول سريعة للنهوض بالاقتصاد أعتبر المدير العام للديوان عبد الرحمن الخشتالي أن الخطة المتبعة لمكافحة التهريب منقوصة دعيا جميع الأطراف من أسلاك أمنية ووزرات ومجتمع مدني إلى المشاركة في مقاومة هذه الظاهرة باعتبارها مسؤولية الجميع كما أشار الخشتالي لضرورة تعديل خطة مكافحة التهريب لمجبهتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديوانة دعا المدير العام عبد الرحمن الخشتالي جميع الأطراف بالبلاد اليوم إلى مدى الدعم للديوانة تصديا لظاهرة التهريب التي تكلف البلاد خسائر مادية كبيرة تؤثر سلبا على الاقتصاد عنا مرجعية تحدنا على أقل الخسارة بالنسبة للمالية العمومية كما بالنسبة للدخان في حدود 500 مليار دو ثم عمليات تقييم اللي تقوم الخسارة في حدود 1200 مليار دو من رأينا نحن في حدود تقريب 2000 مليار دو خسارة المالية العمومية من التهريب ولكن ثم خسارة أخرى ما نشوفه هاش اللي هي تمس مواطن الشر لأن السلاع اللي تدخل في إطار التهريب الصحيح تتبع أرخص ابقاء وقت تتبع أرخص على حساب بسلاع تونسية رح يتمس موطن رزب تونسي من يجموش نواصلوا في التمشي هذي ونقبلوا التهريب كواقع نقبلوه عام اثنين مع الوقت راهو مش يهد اقتصاد هذا وقد اختارت المنظمة العالمية للديوانة شعارا نتواصل لتعاون أفضل لسنة 2014 حيث تم تسليط الضوء بهذه التظاهرة على جملة من المواضيع الديوانية كالامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين والتونسيين المقيمين بالخارج وإلى موضوع الانتدابات بالديوانة كما شدد جميع المشاركين في هذا اليوم الإعلامي على أهمية دعم التواصل بين كل الهيكل الديوانية ومزيد التفتح على المجال يلزم مزيد التفعيل يلزم مزيد التفتح على المحيط يلزم مزيد التشارك على مستوى معناها الحوار مع المتدخلين مع المتعاملين الاقتصاديين مع المجتمع المدني وذلك نصال لنا بدون السلسنا ثم تواصل العمليات اللي انطلقت فيها ديوانة خاصة على إثر الثورة وخاصة على إثر عملية التشقيص اللي قامت بها معنا منظمة العالمية لديوانة وعديد المتدخلين والخبراء وثم سياسة جديدة اللي قاعدين ماشيين فيها وقاعدين نفعلوا فيها على حسب الإمكانيات وعلى حسب ظروف كما تضمن البرنامج أيضا ورشاة عمل تحسيسية لمقاومة التقليد وعروض النظرية تناولت الجوانب التقنية والفنية لعمل الإدارة العامة للديوانة أفد مفتي الجمهورية حمد سعيد عقب لقائه اليوم برئيس الجمهورية المؤقتة المنصف المرزوقي وعدد من أعضاء دار الإفتاء الوطنية أفدان اللقاء تمحور حول السبل الكفيلة بتطوير أداء مؤسسة دار الإفتاء وما يتطلب ذلك من إخضاعها لعملية إعادة هيكلة علمية ومدرسة مبيناً لقاء تناول كذلك نتائج مشاركته مؤخراً في مؤتمر توحيد المذاهب والتقارب بين الدول العالم الإسلامي التي احتضنت أشغالها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في صفحتنا العالمية قتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات في انفجارات استهدفت عنفها مديرية أمن القاهرة صباح اليوم حيث قتل أربعة أشخاص وأصيب نحو خمسين آخرين العاصمة المصرية القاهرة استيقظت صباح اليوم على دوي صوت انفجار قوي انفجار أصفر عن سقوط نحو أربعة قتلى وجرح خمسين آخرين التفجير الذي تبنه تنظيم أنصار بيت المقدس تم بواسطة سيارة مفخخة وتسبب في تضرر واجهة مبنى مديرية الأمن والمباني السكنية المجاورة لها حيث حاولت سيارة نصف نقل اقتحام بوابة المديرية فتبادل معها رجال الأمن إطلاق النيران وفي لحظات حدث الانفجار حسب ما أكده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصرية هذه الحادثة دنها رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي مؤكدا أنها محاولة خسيسة يائسة من قوى الإرهاب لإفساد ما حققته مصر من نجاح على خارطة المستقبل في حين لم تكتف العناصر المعادية للأمن المصري التي تريد نزع فرحة المصريين بعيدهم الثالث الثورة بهذا التفجير الانتحاري بل لحقته انفجاراني لعبوتان ناسفتان انفجرت الأولى في أعلى محطة ميتر الأنفاق بشارع التحلير في حي الدقي بمحافظة القاهرة الكبرى وأصفرت حسب بيان رسمي لوزارة الداخلية عن استشهاد أمني وإصابة تسعة آخرين من ضمن قوات الشرطة المكلفة ببسط الأمن في الشارع فيما انفجرت عبوة ناسفة أخرى محلية الصنعة أمام مركز شرطة الطالبية في القاهرة ولم ينجم عن التفجير إصابات أو أضرار كبيرة وتأتي سلسلة الانفجارات قبل يوم من الذكرى السنوية الثالثة لثورة الخامس والعشر من جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسن المبارك وبعد يوم من هجوم على نقطة تفتيش في محافظة بني سويف جنوب القاهرة قتل خلاله خمسة أمنيين في هذا الخبر مشاهدين نصل إلى اختم نشرتنا نلقاكم في موعدة إخبارية اللاحقة ترجمة نانسي قنقر